هل يعتبر الطلاق في مدة النفاس طلاقاً بدعياً وهل يصح الطلاق فيه؟ نعم الطلاق البدعي هو ما كان في مدة النفاس نعم أو كان في مدة الحيط أو كان في طهر جامعها فيه أو كان بالثلاث كل ذلك يعتبر طلاقاً بدعياً وهو مخالف لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الطلاق الشرعي السني هو ما كان طلاقاً خالياً من هذه الأحوال من أن يكون إذا كان الطلاق في الحيط أو في النفاس أو كان في طهر جامعها فيه كل ذلك يعتبر طلاقاً بدعياً وأما الطلاق السني فهو الطلاق في طهر لم يجامعها فيه نعم بارك الله فيكم أيضاً من الأسئلة التي وصلت إلى المرنامج هذا يسأل يقول هل يجوز للمخالع لزوجته أن يعيدها إليه في عدة المخالعة وكيف يكون ذلك؟ إذا تم الطلاق عن طريق المخالعة فقد حررت نفسها وأصبح الأمر بيد الله ثم بيدها من حيث أنه لا يجوز له المراجعة وإنما يجوز له التزوج بها بعقد جديد لأنها تعتبر عن طريق طلاقها عن طريق المخالف عن طريق المخالعة بينونة صغراء فلا تجوز له المراجعة فيها وإن كانت في عدة طلاقها إلا أنها قد ملكت نفسها بمخالعتها إياه وفي نفس الأمر له الحق أن يرجع إليها بزواج جديد ترضاه وتستكمل في هذا الزواج جميع أركان وشروط وموانع اعتبار النكاح نفسه طيب يا شيخ عبد الله هل تعتبر مدة الحيظ والنفاس من عدة الطلاق؟ نعم تعتبر من عدة الطلاق لكنها في الواقع أول مهنة حينما يطلقها لو طلقها في حيظ مع أنه لا يجوز وطلاق بدعي أو طلقها كذلك في النفاس نفسه ففي نفس الأمر هذه العدة تبدأ من وقت طلاقه ولا تخرج من العدة حتى تحيظ ثلاث حيظ ثلاث حيظ بعد طلاقه وإذا كان طلقها في هذا الحيظ فمدة هذا الحيظ الذي طلقها فيه لا تعتبر هو من عدةها لكنه لا تعتبره قرآن يعني حيظا وكذلك مدة النفاس إذا طلقها في النفاس فمدة النفاس يجب عليها أن تعتبرها عدة لها لكن لا تخرج من عدتها حتى تحيظ بعد نفاسها ثلاث حيظ ترجمة نانسي قنقر